طيب بكرة هو الكارنفال بكرة هو يوم الاحتفالية اللي جمهور النادي الاهلي هيتسلم فيها درع الدوري في آخر ظهور للدرع الدوري السنة دي هو آخر ظهور للنسخة الأولى من درع دوري منذ بداية البطولة وزي ما الاهلي افتتح بطولة الدوري وكان أول من توجه بدرع دوري هيكون هو آخر من توج بهذا الدرع للمرة 43 في تاريخه نتكلم على طبعا البطولة الأهم محليا طبعا بالنسبة لجمهور النادي الاهلي بكرة هيكون يوم التتويج وبكرة هيكون يوم تسلم درع الدوري في مباراة هيحضرها 10 ألاف كان في سنة الحقيقة الجمهور تبقى مالية لمدرجات كارنفال وماعتقدش أنه كان فيه سبب يعني يستدعي اكتمال المشهد صورة حلوة جدا مش بس مش قصة أهلي بس قصة بطولة دوري قصة صورة مصر ولكن على كل الأحوال زي ما شفنا الصورة الرائعة لجمهور النادي الأهلي في عدد من مباراة الأهلي في بطولة دوري الأبطال نتمنى نشوفها وتكمل الصورة دي في مباراةنا المحلية النهاردة الحقيقة يمكن الأهلي بيحط لمساته الأخيرة ومرس الكولر مهم جدا بالنسبة له وأنه يستخدم كل المطشات مش بس مطش حرس الحدود عندنا مطش بيرامدز مباراة جماهيرية حتى وإن كان اللقب البطولة تم حسمه عندنا من بعده مباراة الختامة هتكون أمام المصري فهي على كل الأحوال والظروف مباريات جمهور عامل حسابها واللي يشوفه يتابع مطش المأولين ويشوف ردود أفعال الجمهور وكأن لسه البطولة في الملعب جمهور الأهلي لا يقبل عن المكسب والعرض والأداء القوي بديل وبالتالي مستر مارس الكولر بيفكر في تحقيق أكبر مكاسب ممكنة من الثلاث محطات الأخيرة في بطولة الدوري عندنا مطش حرس حدود يوم بكرة إن شاء الله في ساعة 8 ونص عندنا مطش بيرامدز يوم الحد اللي جاي وختموها أمام المصري البورسعيدي نتمنى التوفيير لفرقتنا ولكن خليني أخدكم للحرس والحرس دايما كان غريم وند تقليدي سيبك من قصة الحرس الموسم الحالي وسيبك إنه كان أول فرق حسمت مصيرها بأيديها وهبطت لدوري الممتاز به لكن في النهاية يبقى الحرس أمام الأهلي واحد من المنافسين الأقوياء ومباراة بكرة أتوقع أنها تكون مباراة مش بين فريق بطل وفريق هابط أتوقع أنها مباراة هتكون لديها حسابات أخرى ولكن طبعا التاريخ بشكل كبير جدا بينحاز للنادي الأهلي كالعادة أمام كل فرق الدوري مخت من يعتقدها مباراة تحصيل حاصر يهمنا بشكل كبير جدا لاتمئنان على شكل فرقتنا يهمنا اتمئنان على عناصر الفريق وخصوصا اللعيبة اللي مخدتش بشكل كبير في مطشاط الموسم بشكل كامل مش بس مطشاط الدوري فها فرصة فرصة لإثبات الزاد فرصة أن نحن نتفرج على لعبتنا وفرصة ميستر مارسل كولر أنه كمان يبص على سكواد الأهلي وهو بيحط الرطوش الأخيرة في ملامح سكواد الموسم الجديد تعالوا نشوف تاريخ موجهات الأهلي وحرس الحدود ونرجع لكم في البيت الكبير اشتركوا في القناة